السلام عليكم تحيط رباوي جميع الاسئة دولة الاستادات والجميع متتابعي قناة رديل جميع المستويات اذا اعزائي التلاميذ درسنا اليوم هو مادة نشط العلمي اضغط الغاز بكيفية اخرى اضغط الغاز بكيفية اخرى اولا ساقوم بشرح هذا العنوان اضغط الغاز يعني حينما يكون الغاز والهواء داخل محطانة نقوم بدغط على مكباس المحطانة فيكون الضغط مرتفي مرتفي يعني يزداد الضغط يزداد الضغط كذلك داخل المنفخ حينما نقوم بنفخ مثلا دفع مكباس ديال المنفخ يعني يزداد ضغط داخل هذا المنفخ حيث ان الضغط يكون داخل الاناء الذي يحتويه اذا هناك طريقة اخرى اضغط الغاز بكيفية اخرى يعني هناك طريقة اخرى لضغط الغاز دون دفع المكباس او المنفخ اذا من اهداف هذا الدرس هو ان نتعرف كيف يمكن قياس او ضغط عفوا الغاز بطريقة اخرى ونتعرف على دور كمية الغاز في تغيير ضغطه يعني دور دي الكمية دي الغاز في تغيير ضغطه ثم دور كذلك درجة حرارة الغاز يعني ارتفاع درجة حرارة الغاز فانها تقوم بتغيير ضغط الغاز. اذا قبل شروع في شرح الدرس سوالا نقوم بمراجعة بسيطة جدا. ماذا نقصد بضغط الغاز? ما هو ضغط الغاز? اذا ضغط الغاز رأينا في الحصة السابقة هو القوة الضغطة التي يسلطها الغاز على الجدار الداخلي للوعاء الذي يحتوي. اذا قلنا ان ضغط الغاز هو كيكون داخل الوعاء الذي يحتوي. هنا فين كيكون ضغط الغاز وكي يولد ضغط يعني كيدفع الجدار هذا الخارج باش انتفخن هنا الكرة. اذا فين كيكون ضغط كيكون داخل الوعاء الذي يحتوي. وهنا يسلط قوة يعني قوة كيدفع هنا قوة على هذا الجدار. اذا ثم رأينا كذلك جهاز قياس ما هو جهاز قياس ضغط الغاز? هو جهاز المانومتر. جهاز المانومتر. وحيث ان هناك جهاز يعني مانومتر رقمي. اللي كيف تبيني الارقام بحلاء الحاسبة. وهناك اه جهاز يعني اللي في العقرب عقربي. ثم قلنا رأينا كذلك خاصيات الغاز. هناك قلنا بان الغاز قابل للانضغط وقابل للتوسع. يعني اه دو خاصيات للغاز. اذا سنشرع الان في الدرس. هنا سنلاحظ من خلال الصورة ان هنا شخص يقوم بالنفخ في يعني العجلة باستعمال كذلك المانومتر. اذا تختلف اصناف عجلات السيارات وفق معايير يحددها الصانوة. هكذا يحدد لكل السيارات من العجلات ضغط معين. لماذا ينصح بضبط ضغط عجلات السيارات. هنا اه ما معنى ضبط يعني انه عندنا رقم محدد لآآ يعني آآ الذي تسعه العجلة. اذا هناك رقم محدد يعني ضروري ان نصل لهذا الرقم اوكن حسمة. سيبر فاصلة خمسة. بالتالي هنا نقوم بضبط يعني ضغط الغاز داخل العجلة. حيث انه الى كان هاد ضغط هذا اه يعني اكتر مثلا من من لازم مثلا لكان صفر فاصلة خمسة واحنا درنا فيه مثلا واحد واحد بار. اذا حيث عنا في 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 تمهيد كذلك الوحدة المستعملة لقياس ضغط الغاز هي البار او الباسكال او هيكتو باسكال. اذا قلنا بان اه ضبط آآ يعني ضغط غاز العجلات فهو ضروري جدا. ثم يعني اخسنا طول القياس ديال العجلة فقط يعني ما نجدوش اكتر. ما هي العوامل التي تؤثر في ضغط الغاز? العوامل التي تؤثر في ضغط الغاز. قلنا هناك آآ يعني الزيادة في كيمية. ثم آآ كذلك آآ ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة حرارة الغاز. مثلا العجلة من كتتحرك السيارة فهنا كتتت تسخن كتتسخن هاد العجلة هادي يعني في الحركة وبالتالي كيرطافع يعني اذا كضغط الغاز الموجود داخل العجلة فكتزاد يعني كيرطافع. اذا هنا آآ اذا بمعنى انا ضبط قياس حجم ضغط الغاز داخل كل آآ عجلة يعني كي لا تنفاجر يعني باش ما تنفاجرش هاد العجلة. اذا تنختر غاية نفرجها. اذا بنسبة العوامل قلنا يعني هنا عوامل عوامل هو ارتفاع درجة الحرارة فهو كذلك آآ مؤثر على آآ ضغط الغاز ثم زيادة في كمية الغاز يعني لازلنا الكمية ديال الغاز ثم نقصان في كمية يعني لانقصنا الكمية ديالغاز. هنا كلها عوامل تؤثر على ضغط الغاز. اذا ننتقل للنشاط رقم واحد. شوفوا النشاط رقم واحد صحة ستون. اذا هنا آآ بواسط هل يؤثر تغيير. لاحظوا هنا تغيير كميات الغاز في ضغطه. واشكد تأثر الى غيرنا الكمية. يعني الكمية الى زنان النفخ او لا حيدنا. اذا هنا في ضغطه. اذا بواسط كرة ومضخة هوا ومانومتر ننجز المناولة التالية. اذا عندنا كرة وعندنا مضخة الهواء. هادي هي مضخة آآ يعني تكون آآ تكون في هذا الجهاز هذا. اذا آآ ننفخ الكرة جيدا حتى تأخذ شكلها النهائي. يعني اخذت شكل ديالها النهائي. ونقيص ضغط هوائيها. واقصنا يعني عبرنا الضغط اللي فيها. اذن مثلا وصلاة فاس الى خمسة مثلا. آآ نضخ كمية اخرى من الهواء في الكرة. ثم نقيص ضغط هوائها من جديد. وهنا ازنا عاو تعني واحد شوية ديال الهواء. ازنا. اذا هنا نضخ كمية اخرى ازنا كمية اخرى. اذا كيف يصير ضغط الهواء بعد نفخ الكرة من جديد? كيف يصير ضغط الهواء? اذا هنا فماذا سنقول هنا? ان ضغط الهواء هنا يزداد ضغط الهواء. اذا هنا نكتب يز يزدادو. يز يزدادو. غدي تزاد الضغط. لان الكرة نفخاتي. يعني وصلت لحد ديالها. وحنا كنزيدو في الهواء. كندخلوه للكرة. فشنو كيوقع? هنا الضغط داخل الكرة كيتزاد يعني كتولي كيولي الضغط عندنا قوي. اذا هنا سؤال ذا. اقارن بين عملية الزيادة في ضغط الهواء بواسطة المحقنة. بواسطة المحقنة. وعملية الزيادة في ضغط الهواء بنفخ الكرة. هنا زدنا الهواء في الكرة. اذا بنسبة المحقنة. فيتغير حجم. حجم الهواء داخل المحقنة. ولم يتغير كميته. لان هنا مزناش الكيمية ديال الهواء داخل المحقنة. اللي تكون هنا محقنة فيها واحد الهواء. ومضغطوه على المكبس. مضغطوه على المكبس. اذا فهد الحجم اللي هنا يا. فهو سيتغير. سيتغير. لكن الكيمية ما تغيراتش. يعني ذاك الكيمية اللي كانت من قبل هي التي تغيرها بالنسبة للكورة الحجم باقي كما هو لم يتغير لكن هنا تغير تغيرت الكمية لأننا نزلنا الكمية رغم تغير كمية الهواء فالحجم لم يتغير حجم الكورة باقي كما هو حجم الكورة بقى كما هو إذن هنا سنكتب ماذا سنكتب أنه بالنسبة لرقم واحد يزداد ضغط الهواء بالنسبة لرقم اثنان أنه ضغط الهواء يزداد ثم بالنسبة للسؤال كيف يصير هنا قلنا ضغط الهواء بعد نفخ الكورة من جديد فهو يزداد بالنسبة للمقارنة بين ألف و يعني المحقنة بين المحقنة والكورة قلنا بأن المحقنة يتغير حجم الهواء داخل المحقنة ولم تتغير كميته يعني الكمية التي درناها في المحقنة أملكان جبدو المكبات تبقى كمية لكن الحجم يتغير الكورة هنا لم يتغير حجم ضغط الكورة لم يتغير حجم ضغط الغاز داخل الكورة الحجم تغير كمية 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 ثم هنا رقم جيم أوضحه كيف يمكن تغير ضغط الغاز دون تغير حجمه إذن يمكن تغير ضغط الغاز دون تغير حجمه وذلك بالزيادة في كميته هنا تغير ضغط الغاز الضغط يتزاد وذلك الحجم لا تغير ناش الحجم الحجم دي الكورة بقى كما هو هذا الحجم دي الكورة ما تزادش بقى كما هو حال عاجلة ندير السيارة متان وخان زيدون نفخه فالحجم دي الكورة يبقى هو هو حلوق مراش تزاد إذن هنا إذن هنا الحجم لم يتغير الحجم مثلا لا يتغير لكن هنا ما يتغير هنا هو تغير ضغط الغاز ما هو التغير هذا هو أنه يزداد يز يزداد يزداد ضغط الغاز داخل الوعاء يعني دائما داخل الوعاء سواء كان كورة أو عجلة إذن هنا هذا الضغط يزداد لكن الحجم لا يتغير الحجم لا يتغير إذن هنا يمكن وقلنا تغير ضغط الغاز دون تغير الحجم دون تغير الحجم إذن هذا هو الهدف من هذا التمرين إذن ثم سنتقل إلى النشاط رقم 2 نشاط رقم 2 نشاط رقم 2 إذن هل يؤثر تغير درجة حرارة الغاز في ضغطه؟ هل يؤثر تغير درجة حرارة؟ إذن هنا كيف تؤثر درجة الحرارة في تغير ضغط؟ هذا هو السؤال الحرارة هل تؤثر في تغير ضغط الغاز؟ ضغط إذن هذه القوة التي تكون داخل الإناء كيف تغير درجة الحرارة أو لا؟ إذن تم إنجاز مناولا التالي باعتمال العدة الممتلة إذن هنا لدينا واحد العدة درنا المانومتر ودرنا واحد القراءة فيها الماء فيها الهواء هذه القنينة مغلقة بإحكام يعني سديناها وفيها الهواء فيها الهواء إذن تعيين قيمة ضغط الهواء داخل القنينة هو أنها تشير إلى صفر لاحظوا هنا كن صفر هنا دابك كن صفر هذه القنينة بوحدها مع المانومتر أعطتنا درجة ضغط الغاز داخل هذه القنينة هو صفر هنا سنجعلها في حوض به ماء ساخن ماء ساخن يعني هنا هذا الماء سخون اللي كان في هذا الحوض هذا في هذا البانيو الماء سخون هو ساخن إذن سنضعه في هذه القراءة والقراءة قل نرى خاوية يعني فيها فقط الهواء داخل ديالها شنو كين كين الهواء اذا تعيين قيمة ضغط الهواء داخل القنينة ما شو سيلاحظوا بفعلي ارتفاع درجة حرارة الهواء الموجود داخل القنينة ذلك الهواء اللي كان هنا이나 ارتفاع هقت الحرارة ديالو وبالتالي تزاد يعني زاد الحجم دياله هو لتفاعد لابرة هذه حتى توصل لصفر فاصلة خمسة اذا هنا سنكتب اذا نشوفوا الاسئلة قارن بين قيمتي ضغط الهواء داخل القنينة في الحالتين يعني في الحالة الاولى قلنا ان في الحالة الاولى هناك صفر بار صفر بار او صفر بار في الحالة الاولى هذه فيها صفر ثم الحالة التانية نلاحظ ان الابرة تشير الى صفر فاصلة خمسة بار الحالة التانية يعني فيها تشير الى صفر فاصلة خمسة بار اذا السؤال التاني ما سبب ارتفاع ضغط الهواء شن هو السبب دي الارتفاع ضغط الهواء داخل القنينة سبب ارتفاع ضغط الهواء داخل القنينة هو ارتفاع درجة حرارته درجة الحرارة ديال اذاك الهواء ارتفعت زادت وبالتالي يصاحبها ماذا ارتفاع ضغط ارتفاع ضغط الهواء يعني كي تزاد الضغط ديال الهواء داخل القنينة اذا ثم اه ثالثا اه افترضي افترض يعني افترض افترضي حالة تالتة تكون القنية فيها في ماء بارد كيف يكون قياس ضغط الهواء? يلي كان ما بارد 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 درناها درناها قنية في ماء بارد كيفاش غضي يكون ضغط الهواء? هنا لأنا لاحظوا لأن البرومتر فيه صفر وفي حتى ناقص ناقص صفة خمسة ناقص واحد. اذا فالابرة غدي تنزل اسفل لان هنا الضغط غادي انقص الضغط حتى نحن. لاحظوا أن هنا سيكون ضغط الهواء اقل من صفر بار. سيكون ضغط الهواء اقل هنا اذا انظل الهواء sungضغط غدي ينقص الضغط التحت. يعني بحال مسلا العجلات كنلاحظوا ان في وقت البرد إلى النشطة يكونون ناقصين يعني كيتفشون يكونون ناقصين. لمشا؟ لأن الضغط الهواء كان يعني الحرارة اه انقصت اذا الحرارة ملكها تكون اه ضعيفة يعني كتكون اقل من صفر فالضغط كيكون حتى هو اه يعني اه قل من اقل من صفر يعني كينزل. اذا نفتفي بهذا القدر وشكرا على ستبقائكم. واتمنى ان تستفيدوا من هذا الفيديو. ما تنسوش الضغط على الزير صابوني يعني زير الاشتراك في القناة. وشكرا.